التصعيد في محافظة المهر إلى المزيد من الاستمرار وسط حالة من الغضب الناتج عن جريمة الأنفاق التي راح ضحيتها مدنيان اثنان وأصيب آخرون فيما لم يتخذ حتى الآن أي إجراء بحق مرتكب هذه الجريمة اللجنة المنظمة لاعتصام المهر أكدت في أحدث بيال لها استمرارها في الاجتماعات والمشاورات مع القيادات والشخصيات الاجتماعية في المحافظة خلال الأيام القادمة معلنة في الوقت ذاته أن موعد الاعتصام القادم سيتم تحديده خلال اجتماع اللجنة الذي تعقده الاثنين اللجنة تشددت على مضيها قدما في تصعيد القانوني والقضاء والحقوق ضد مرتكب جريمة الأنفاق ورفضت بشدة الممارسات التي تقوم بها مواصفها البيان بالميليشيا التابعة للمحافظ راجح باكريت على ضوء استمرار هذه الأخيرة في الاعتداء على المواطنين ومالك المحال التجارية بحسب ما جاء في البيان وفي البيان ذاته أوضحت اللجنة المنظمة لاعتصام المهرة أنها بصادد وضع أسس ومعالجات المرحلة القادمة لكافة أعمال لجنة الاعتصام السلمي في المحافظة ومواصلة ترتيباتها للتصعيد حتى تحقيق كافة مطالب أبناء المهرة ليست ساحة واحدة فقد كان أبناء المهرة بحشودهم حاضرين في أكثر من ساحة على امتداد المحافظة الشاسعة وفي مواجهات سلمية ضد الاستحداثات التي تقوم بها السلطات السعودية في محافظاتهم تحركات كهذه ملأت بنظر المراقبين الفراغ الذي خلفه الغياب غير المبرر لسلطة الشرعية التي تعطلت أدواتها وأجهزتها بعد الانتشار العسكري السعودي وهيمنته على المنافذ والمفاصل الحيوية السيادية للدولة اليمنية في هذه المحافظة ولم تعوضه الزيارات المبرمجة لكبار مسؤولي الدولة والتي فسرت من قبل هؤلاء المراقبين بأنها لم تكن سوى تغطية للمهمة السعودية الجديدة في شرق البلاد عام كامل من الاحتجاجات والتصعيد الذي يبدو أنه لن نتوقف في ظل إصرار أبناء هذه المحافظة على مواجهة تجاوزات السلطة المحلية المدعومة من الرياض في ظل وحدة اجتماعية ووطنية قل نظيرها إزاء التهديدات الخارجية التي تتعرض لها محافظة المهرة ويراه المحتجون ضدا على إرادتهم في الحرية والكرامة وتهديدا مباشرا لوحدة اليمن الترابية